رح نحضر اليوم لفاقف الدجاج أول إشي رح أستخدمه هو عجينة البوف بيستري الجاهزة المجمدة عندي هون ورقة زبدة حتى أبدأ أفرد فيها عجينة البوف بيستري مفروض تكون قطعة كبيرة لو ما قدرنا وحصلنا المربعات الصغيرة هاي رح أفردهم كلهم على شكل قطعة واحدة رح أبدأ أحط المربعات هي بيكون بينها ورق نايلون حتى ما يلزقوا قطع العجينة ببعض إحنا رح نحط القطع ونقربهم على بعض كتير أو نحط حفتهم فوق بعضها شوي مهم إنه نترك العجين الدوب لحالها لا نعرضها لحرارة حتى ما تخرب معانا يعني لازم نتركها بالتلاجة ليلة كاملة براحتها بالدوب وبتفك رح أغطيها بورقة تانية من ورق الزبدة حتى ما تلزق معي بالشوبك وأنا بنفس الوقت ما بدي أرشها باللطحين بدي أهضلها مثل ما هي رح أبدأ هون أفرد حتى تصير قطعة وحدة بركز على النقاط اللي فيها فواصل بين العجين حتى تصير قطعة وحدة بس صارت عندي العجين بهذا الشكل صارت عبارة عن مربع كبير أو قطعة وحدة كبيرة من العجين رح أستخدم بالحشو الباربيكيو سوس الجاهز الباربيكيو سوس إلو طعم حاد ومالح هلأ في حال ما توفر عنا الباربيكيو سوس ممكن أكيد نستخدم الكاتشاب أو حتى سوس البيتزا لو حابين رح أبدأ أوزع كمية من الباربيكيو سوس مثل ما اتفقنا إنه هو نكهته حادة فما تكترو يعني مجرد مسحة اللي تغطي سطح العجين عندي صدر دجاج مسلوق ومفتت وممكن نستخدم الدجاج الزيادة عندنا من أي طبق مسلوق أو مشوي ممكن كمان نحضر صدر دجاج واحد ونسلقه على النار أو حتى نقطعه لقطعة صغيرة ونقليه كمان ممكن رح أبدأ أوزع صدور الدجاج فوق العجين في حال حبيتوا تضيفوا خضروات ممكن نضيف مثلا الفطر، الدراء، زيتون لمقطع شرائح مثلا عندي هون معلقة واحدة صغيرة من الأوريغانو المجفف أو الزعتر المجفف كمان معلقة صغيرة من الريحان المجفف الريحان أو الحبق لو مش متوفر كمان مجفف ممكن نستخدمه أخضر ولو مش متوفر ممكن نستغنى عنه وهلأ بيجي دور إضافة الجبنة، عندي هون نص كوب من الجبنة استخدمت الموزاريلا وتشادر ميكس ممكن نستخدم الأشقوان كمان مثلا ببدأ ألفها باستخدام ورقة الزبدة، بديها تطلع رول كبير بلف وبضغط هلأ ضروري جدا أني أضغطها كتير منيح بعد ما أنتهي منلفها حتى تتسكر كمان الحفة أو الطرف اللي ضلت عندي هون رح أسكرها بإيدي منيح قد ما بقدر حتى ما تنفتح معي بالفرن هون رح أبدأ أطعها تقريبا إياس 2 سنتيمتر رح يكون مناسب أو أصبعين تقريبا شوفوا شكل الرول بطنت صنية الفرن كمان بورق الزبدة، مهم ورق الزبدة حتى يحافظ لي على الصنية وكمان يساعدني بالخبز طريقة أحسن وأسرع هلأ رح أبدأ أخذ قطع الرول وأوزعها على الصنية رح أخبزها مباشرة بفرن محمى مسبقا على الرف الأوسط، الحرارة من تحت بس وعلى درجة حرارة 200 تحتاج معي 10 دقايق لربع ساعة لحد ما تصير ذهبية وبعد مرور ربع ساعة رح نلاقي حجم العجين الضاعف وتحمرت من تحت هلأ رح أطفل نار من تحت أشغلها بس من فوق للتحمير لمدة ديئتين تلاتة وهيك بعد ما انتهينا من خبزهم شوفوا ما أحلى شكلهم وهلأ بدنا ندوقها سوا شوفوا قطعة العجين ما أحلاها، اللون الدهبي بحشوة الكتير طيبة مقرمشة وغنية